السلام عليكم قناة النهار عملت صفحة لبرنامج إني قريب وطبعا علشان تدعم الصفحة بدأت ننزل مقاطع فيديو كتير فمن جملة مقاطع الفيديو الكتير اللي نزلت ان هي أعادة نشر حلقات السحر والحسد اللي احنا كنا تكلمنا فيها فبدأ تقريبا من 15 رمضان سؤال جاي في كل بث مباشر كنا بنعمله وفي كمية رسائل غريبة مهولة عجيبة عديدة على الصفحة يا شيخ قل بالله عليك إزاي أعرف اللي قدامي ده حاسد أو ساحر وبعد ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم النهاردة أنا هقولك وهقولك بعبارة بسيطة قوي إزاي تعرف أنت قدام ساحر أو قدام حاسد خلي بالك قبل ما قولك عايزك تحط نص بعينك حاجة مهمة جدا أولا الإسلام لا ينكر الصح ولا ينكر الحسد وفي نفس الوقت الإسلام ما بيتوسعش فيهم وما بيؤمرش أتباعه أن كل شيء يلزقوه في الصح وفي الحسد فده مهم جدا لازم نحطه نص بعيننا الأمر الثاني الإسلام عد الحسد والسح من الكبائر وحذر منهما أشد تحذير بل وحرم التعامل مع من يثبت أنه ساحر بل وحذر من التعامل مع من يثبت أنه حاسد وخلي بالك كلمة ساحر تشمل كاهن تشمل عراف تشمل دجال تشمل واحدة بتقرأ الودع بتفتح الكوتشينة بتقرأ الطالع مش عارف بتقولك بتاع بكرة أي كلام من الكلام الفاضي ده طيب نروح تالت حاجة تالت حاجة افرض أنا حد يجيه قال لي والله في حد بتاع ربنا وفي حد بيقرأ القرآن وفي حد ما بيتكلمش إلا بقال الله وبقال رسول الله وما بيذكرش شيء إلا بالقرآن وتعالى وأنا وقعت فريسة لصاحبنا ده اللي خدني أو خدتني ودتني عند الراجل ده فخلي بالك إزاي أعرف أنا قدام راجل شيخ ولا قدام راجل ساحر أقولك بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم أول حاجة الساحر ركز في الكلام ده كويس هيسألك على اسمك واسم أمك أو اسم امراتك واسم أمها أو اسم صاحبك واسم أمه المهم من الموضوع هيبقى فيه اسم واسم الأم وطبعا ده ملوش علاقة بالدين بصلة خلي بالك ده ليه علاقة بالعفريت مش بالتاعنا خالص مش بالإسلام خالص ليه؟ ده إن حتى اللي إحنا منتشر بنا إن إحنا يوم القيامة هننادى بأسماء أمهتنا الكلام ده غلط وإحنا أثبتناه كتير وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تنادون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم وأسماء آبائكم إلا سيدنا عيسى ابن مريم ودي كرامة ليه وبراءة ليه من كل تهمة ألسقت به زورا وبهتناه فعلشان كده أول ما تسمع اسمك إيه واسم أمك إيه أو اسمك إيه واسم أمك إيه أنت وقعت فريسة لساحر أول ما تسمع تاريخ ميلادك إيه أو تاريخ ميلادك إيه أو تاريخ جوازك إيه فأنت وقعت فريسة لساحر أول ما يطلب منك أو منك قطر يعني إيه يعني فلنة يعني منديل يعني مش عارف إيه فأنت وقعت فريسة لساحر أول ما يقولك أو يقولك فلاني اللي عملك العمل فلاني اللي عملك السحر فلان اللي راح مش عارف سرق الدهب فانت وقعت فريسة لساحب ركزوا بالكلام ده كويس أوي انت في الحالة دي قدام ساحب أو دجال أو كاهن أو عرف طيب خلي بالك العجيب ان هتلاقي صاحبنا ده ممكن يتظاهر بالتقى والصلاح وهو ابعد ما يكون عن هذا الأمر العجيب برضك ان انت هتلاقيه بيتكلم بالقرآن لكن دي حتة فنية تقدر تكشفه بيها وخد بالك الشيطان ما بيخدمش حد من غير تنازلات والتنازلات دي لازم يقدمها الساحر أو العراف أو الدجال أو الكاهن علشان الشيطان يخدمه وإلا حيديله ازاي وهو ما خدش منه خد بالك لو نظرت لأي واحد فيهم سبحان الله العظيم على الرغم من المكاسب اللي بيكسبوها إلا ان انت هتلاقي الضنك يعيش فيه ودايما الشقاء ودايما التعاسى ودايما غضب ربنا على وشه لأنه إنسان منزوعة منه البركة هو منزوع منه الخير طب احنا كده عرفنا ان احنا قدام ساحر نأمل ايه اقول لك اخرج وما تجيش تاني وتوب إلى الله توبة النصوحة وما تصدقش في اي حاجة بيقولها طب اعرف ازاي ان انا قدام إنسان حاسد اللي قدامي ده اعرفه حاسد ازاي اولا مش عايزك يا غالي تتوسع في قضية الحسد دي علشان ما تعملكش جنان يعني ايه؟ يعني الحسد مذكور في القرآن انا ما انكرتوش وإلا يبقى انكرت امر معلوم من الدين بالضرورة لكن انا مش عايز شعرك لما بيضي تقول لي حسد ولا الدارة وانا بصور والله دلوقتي قعدت عليها والقصرت فتقول لي حسد ويعني مش عايزين نتوسع في القضية خالص ابدا احنا بشر وكل الناس دي بشر لكن خلينا نقول العلامات اللي انت هتلاقي نفسك قدام إنسان انت عارف انه حاسد اول حاجة اتحداك اذا الانسان ده دخل بيت الا ما تتشألي بالحياة يعني هو داخل وانت وزوجتك كويسين جدا فجأة تلاقي الدنيا ولا اتنار من غير ما تعرف حاجة ولادك دبه ببعض البيت حاله تغير وده مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة لا ده انت تتعاحدة فيه اول ما فلان ده يخش عندك لازم لان ده تولع الخلاط يبوز الكاتشم مشين مش عارف يجراله ايه يعني الكلام اللي انا بسمعه ده مثلا مكنة القهوة يا رب يوعدنا بيها مثلا طبوز مثلا اي حاجة تلاقي مش عارف ايه كسر وده مش مرة ده مرات عديدة طيب الحاجة التانية اتحداك ان انت تسمع من الانسان الحاسد ده ذكر اسم ربنا ابدا عند اي شيء نيراه المعتاد ان احنا لما بنخش كده على البيت بيتنا او بيت غيرنا بسم الله ما شاء الله لك وتلا بالله بسم الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله لما احفظه من اعيو الناظرين وقلوب الحاسدين كما حفظت الروحة في الجسد انك على كل شيء قدير الله اكبر بسم الله الذي لا يضرب عسمي شايف في الارض ولا في السماء بسم الله الله اكبر ده شيء طبيعي ده الناس الطبيعيين لما يسمع مثلا فلاني الفلاني مثلا جبه خمسة وسائل الله هو أكبر الله هو أكبر فلانة الفلانية ولدت الله هو أكبر ربنا يحفظه لها كلام كده طيب في ذكر اسم ربنا اللي هو يقطع الطريق على الشيطان حتى ما ينفس في الكلام بتاعنا وده هقوله لك في آخر الفيديو تالت حاجة علشان تعرف الإنسان اللي قدامك ده حاسد ولا لا فهتلاقي الإنسان الحاسد ده فضولي يعني إيه يعني أول ما يخش إزايك يا شيخ محمد وأنا عايزك أعرف بقى أنت بتتعامل مع قناة النهار بالشهر ولا بالسنة ولا بالحلقة معلش أنت لك نسبة في الإعلانات اللي قبل الحلقة ولا اللي بعدها ولا اللي في النص طب أنا معلش اسمح لي يعني اليوتيوب بيجيب لك قد إيه طب والتيك توك طب وأخبار الفيسبوك وأخبار مش يعني أنت مالك ما للقصة دي طيب خلاص سبنا القصة دي وخرج منها صفر اليادي طب معلش وانتك عندك كم عيل عندي أسامة وبكر طيب معلش من غير ما تزعل يعني هو أسامة فخاص ولا ببكر اللي فخاص طيب هو التشيرت اللي على الأسامة جاي من دبي ولا جاي من العراق هو مش عارف البنطلون بتاع أسامة جاي من السعودية ولا جاي من إيه ده حاجات كده هو مالوش علاقة بيه إيه ده إنت لابس جلبية طب الجلبية دي انت انفصلها في المنوفية ولا في الده أهلية إيه ده النظارة طب النظارة دي ليه سودا علشان تغامي ولا علشان الإضاءة إيه ده وساعة كمان يا طب ليه الساعة دي المرينة بتاعتها سودا طب علشان الإزاز أبيض هتلاقي بيتكلم في حاجات لا ليه دخل فيها ولا ليه شأن فيها المهم إنه هو ياخد معلومة وخلص وخلي بالك في ناس بتحسد بمجرد السمع وفي ناس بتحسد بمجرد الرؤية هقولك على حاجة كمان وفي ناس بتحسد حتى على الشر على الشر رؤي عن أحد الصحاب أنه قال لأحد الصحابة إن لي جيرانا يحسدونني حتى على الموت فاستغرب أو يقال له تعالى أن تضيف عندي ففتح الباب وأمعل صوته وقال أرسل لي أمير المؤمنين ليضرب عنقي في وسطي وذكر بعضا من أصحاب النبي الذين لهم قدر وكلهم لهم قدر فسامع جاره وهو يقول يا الله هذا الصعلوق يضرب عنقه وسط هؤلاء الأكابر فضحك الجميع وطبعا أنا قلت لك في الأول ذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى بيقطع طريق الشيطان على لسانك يعني الكلام ده هقول لك يعني حضرتك ممكن أنت بقى قاعد في بيتك وابنك خارج من الحمام فتأقل ود حلوة كده وملزلس كده وطريك كده فأنت تشوفه تعجب به قوي عشان كده أول ما تشوفه أنت أذكر اسم ربنا قول بسم الله بشاء الله الله أكبر بدل ما تقول إيه الجمال ده الله أكبر إيه الجمال ده الله أكبر بسم الله ما شاء الله لك وتعالى بلا عجبك مثلا مقطع فيديو أنت صورته الله أكبر ما شاء الله مثلا أنت صورت ابنك وعجبك ما شاء الله لك وتعالى بلا بسم الله الله أكبر ليه لأن الإنسان أكبر عدو نفسه والإنسان ممكن يحسد نفسه وهو مش دريان ويلزأ في الناس الدليل على كده من سورة الكعف كلنا حفظين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله صاحبنا كان فاكر أن صاحبه هو الحسد وهو مش دريان أنه لما دخل الجنة بتاعته وبصلها وأعجب بيها وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة تقائمة هو اللي حسد نفسه هو الشيطان خد من بق الكلمة ونفث فيها وأهلك كل ما في جنته فراجع لصاحبه فصاحبه قال له مش أن اللي حسدتك دا أنت ولو أنت عودت نفسك لما تخش مكانك ولما تخش جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لن يصيبك أزى ولن يصيبك مكروه علشان كده لو العلامات دي أو دي لقيتها فاعرف أني أنت وقعت أمام حاسد أو ساحر آخر حاجة طيب أنا لو وقعت قدام إنسان حاسد أعمل إيه عندك حلين بل هم شي ثالث الحل الأولاني لو أعرفت تاخد منه شيء يعني إيه شرب مية وفضل شوية المية فاخد شوية المية وزودهم وقرأ عليهم الرقية الشرعية واغتسل بيهم إجبته كلام دا منين من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلمت فيها قبل كده طب مش عارف يا عم الشيخ فأنت على طول إلهيب ذكر يا ربنا يعني أول ميقول لك يا السلام التلفون دا إيه دا دا آيفون برو ماكس قلوا آه ماشاء الله أنا قوات إلا بالله بسم الله اللعuke إنت والله أنا جايبه ماشاء الله وياذكر إسم ربنا باستمرار آه ربنا يحفظه إيه دا الوات دا نجح آه ماشاء الله بعد ما خد دروس الله هو أكبر والمدرسين ماشاء الله بزلوا معه جهد الله أكبر وهو ماشاء الله الحمد للأ ربنا كرمه يعني اذكر اسم ربنا كتير حتى تقطع عليه طريق الشيطان رسالة لكل حاسد في نهاية الفيديو بقولك خلي بالك انت عندك ضعف يقين بالله عندك ضعف اعتقاد في الله سبحانه وتعالى عندك عدم رضا بما قدره الله وما قسمه الله سبحانه وتعالى وخلي بالك اول جريمة ارتكبت في الارض والسماء كانت الحسد ابليس لما حسد ادم على نعمة ربنا سبحانه وتعالى فكان جزاء ان ربنا زود ادم من نعمه وطرد ابليس من جنته اسأل الله العلي القدير ان يحفظنا وإياكم واموالنا واولادنا من اعين الناظرين وكلوب الحسدين انه على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم وبارك على البشر النذير وعلى آله وصحبه اجمعين